والمملكتين الشقيقتين يستقبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيف جلالته الكبير أعاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة خاصة لبلادنا ستزيد من تعميق أواصر هذه العلاقات المتوافقة والمتطابقة في الرؤى وفي التعاطي الثابت والحازم مع حاضر هذه العلاقات ومستقبلها يستعرض جلالة الملك وضيفه الكبير تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية خلال زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبلادنا والتي تعتبر مناسبة لاستحضار عمق تجدر العلاقات والأواصر التي تربط بين العاهلين والبلدين الشقيقين يتقدم للسلام على جلالة الملك محمد السادس نصره الله وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحكومة سيد عبدالله بن كيران ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سيد صلاح الدين مزوار والوزير المنتدب في الداخلية سيد شرق الدريس كما تقدم للسلام على عاهل مملكة البحرين الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والجنرال دوكور دارمي حسن بن سليمان قائد الدرك الملكي والحاجب الملكي سيد محمد العلوي والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني السيد عبدالطيف الحموشي ووالي جهة الرباط سلازم ورزعير وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية ويتعبر مملكة البحرين من خلال عاهلها الكبير عن امتنانها لكل الجهود المخلصة لجلالة الملك حفظه الله في دعم البحرين الشقيق فإنها تعتز بكل الجهود الرائدة والبارزة التي يقوم بها جلالة الملك وهو يرسي نموذجا مغربيا سياسيا متقدما ونهجا تنمويا متميزا يقوي موقع المغرب إقليميا ودوليا في المجالات كافة المغرب سعيد بهذه الزيارة ونحس جميعا بالابتهاج والإكبار عندما يكون بيننا جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ضيفا على شقيقه جلالة الملك نصره الله